شركة بابكو للتكرير نشرة الأخبار وبداية أستاذ عفاف لو تضعين في الصورة بشأن ما حدث من تسرب لأحد خزانات النفط والواقعة في منطقة سترة شكرا على الاستضافة ونشكر جميع كوادر فريق البحرين على التكاتف وتجاه الحادث تسرب مادة النفثة من تانك سترة تانك فام وهي طبعا حادث نتيجة الأمطار الغزيرة اللي شافتها المملكة قبل عدة أيام من وقوع الحادث بس على طول ما أدركنا موضوع الحادث فعلنا أعلى نظام السلامة والوقاية موه بس حق نسبة العاملين في المصنع ولكن حق البحرين ككل بالجهود المعنية والوزارات والجهات الحكومية المعنية اللي ساعدونا وتكاتفوا معنا في هذه الأزمة والحمد لله إحنا بوجود فريق متمكن من ناحية التقنية ومن ناحية تعاملها مع المخاطر عندنا اليوم تقريبا 150 شخص من شركة بابكو في كل شفت 12 ساعة في موقع الحادث من كل الإختصاصات المعنية للتعامل مع الحادث والحمد لله مع فريق البحرين المتكامل الحمد لله حاولنا على أعلى درجة أن نمنع أي كارثة من وقوع الحادث فالحمد لله أمورنا طيبة والبحرين بخير والحمد لله إن شاء الله نطلع من هذه الأزمة بسلامة سيد محمود بشأن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من وجود مادة نستطيع أن نسميها بأنها رغوة كانت تطاير فوق أحد خزانات التابع لشركة بابكو والتي حدث فيها التسرب نود أن تعطينا نبذة عن استخداماتها وهل تفيد في السيطرة على هذا التسرب؟ التسرب حدث في خزان لمادة النفذة وتم احتواءه داخل الخزان واستخدام الفوم ومادة الرغوة هو استخدام مثالي حق مثل هذه الحالات التسرب ومادة الرغوة هذه مادة آمنة 98% هي مادة الماء نفسها المستخدم و2% مادة كيميائية تستخدم في هذه الحالات وهي مادة آمنة للاستخدام وإحترازات حقها مثل احترازات أي شيء تستخدم من مواد المقاومة الحريق في هذه الأمور سيد محمود هل من الرسالة تود أن توجهها يعني رسالة تضمينية لطمأنة السادة المواطنين والمقيمين؟ طبعا أبغي أشكر كل العاملين على السيطرة على الموقف لأن أي احترازات في منشآت نفطية هي احترازات لسلامة المواطنين والحمد لله الحادث مر بدون أي إصابات بدون أي خسائر تذكر التعامل مثل تعرف حق حياة حادث بهذه المستوى يكون بالتكاتف ما بين الجهات داخل بابكو الجهات الحكومية نوجه لها كل الشكر والمواطنين نفسهم نطمنهم أن الوضع الحمد لله تحت السيطرة وهذه الشراءات الاحترازية رح تستمر لحد ما إن شاء الله يكون التعامل مع هذه الحادث التسرب وهي جراءات متبعة في كل المصافي والحمد لله حولنا مصافي نستفيد من خبراتها وهذا شيء بفضل الله راح إن شاء الله يكون التعامل معه إن شاء الله سيد محمود العلوي مدير الخدمات الهندسية والفنية في شركة بابكو للتكرير والسيدة عفاف عبدالله زين العبدين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير شكرا جزيلا لكم شكرا للتلفزيون البحر شكرا شكرا